ماذا يحدث للجسم عند خلط القرنفل مع زيت الزيتون؟ وما هي الأمراض التي يمكن علاجها باستخدام القرنفل مع زيت الزيتون؟ وما هو أفضل وقت لتناول القرنفل مع زيت الزيتون؟ هل يمكن أن يساعد القرنفل مع زيت الزيتون في علاج مرض السكري وأمراض القلب؟ وماذا عن فوائد هذا الخليط في علاج البروستاتة؟ وهل زيت الزيتون والقرنفل آمن لمرض الضغط؟ وهل له فوائد في علاج أمراض الكبد؟ وما هي فوائد القرنفل وزيت الزيتون في علاج العقم وهل القرنفل وزيت الزيتون فوائد في علاج الضعف الجنسي والأمراض الذكورية وما هي فوائد القرنفل وزيت الزيتون في فقدان الوزن ستجد إجابات لجميع هذه الأسئلة في هذا الفيديو ولكن قبل أن نبدأ صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسى الاشتراك في القناة صحتك أفضل وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد مرحبا بكم مرة أخرى يعتبر القرنفل من بين أشهر الأعشاب الطبيعية المفيدة لصحة الإنسان يتمتع القرنفل بمجموعة واسعة من الاستخدامات العلاجية والوقائية ويعد ذلك إلى تركيبته الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم لكي نوفر الوقت عليكم سنقدم أولا طريقة تحضير مشروب القرنفل مع زيت الزيتون ثم سنستعرض لكم الفوائد الصحية لهذا الخليط سنحتاج إلى كوب من الماء المغلي وثلاث حبات من القرنفل ونصف فنجان من زيت الزيتون وملعقتين من عسل النحل لتحضير هذا الخليط يمكنك اتباع الخطوات التالية قم بغلي كوبا من الماء في إناء على النار أضف ثلاث حبات من القرنفل إلى الماء المغلي اترك القرنفل ينقع في الماء لمدة عشرين دقيقة مع التأكد من تغطية الإناء بشكل جيد بعد انتهاء وقت النقع قم بإزالة القرنفل من الماء أضف نصف فنجان من زيت الزيتون إلى الماء المغلي قم بإضافة ملعقتين من عسل النحل إلى الخليط قم بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس يمكنك تناول هذا الخليط مرة واحدة يوميا قبل الوجبات الرئيسية نأتي إلى فوائد مزيج القرنفل مع زيت الزيتون في علاج الطرابات البروستاتا هل يمكن حقا أن يكون له تأثير في علاج البروستاتا؟ وما هي أمراض البروستاتا؟ يعرف سرطان البروستاتا بأنه الطراب يؤثر على الرجال مع تقدمهم في العمر حيث يسبب صعوبة التبول وضعف الانتصاب لدى الرجال ويمكن أن يؤدي إلى العقم مع بلوغ سن الخمسين قد يعاني الرجال من آلام في المفاصل والعظام وهناك عدد قليل من العلاجات الطبيعية المتاحة للتخفيف من تلك الأعراض ومن بين هذه العلاجات المذكورة هو مزيج القرنفل مع زيت الزيتون يعمل هذا المزيج الفريد على تعزيز الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم للحد من تضخم البروستاتا بالإضافة إلى ذلك يساعد تناول ملعقة من مزيج مسحوق القرنفل الممزوج بملعقتين من زيت الزيتون وملعقة من عسل النحل الطبيعي في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون وبذلك يعد القرنفل أحد أقوى المنشطات الطبيعية للرجال يعزز هذا المزيج الخصوبة لدى الجنسين ويعزز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية ويساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم قد قامت الدراسات العلمية بإثبات أن المكونات الموجودة في مزيج القرنفل وزيت الزيتون يساهم في ضبط نسبة السكر في الدم تمت دراسة على مجموعة من المرضى المصابين بالسكري حيث تم تناول ملعقة من مزيج القرنفل مع زيت الزيتون مع كل وجبة يوميا واتضح أن هذا المزيج ساعد على تنظيم مستويات السكر لديهم بشكل كبير كما كشفت الدراسات أن مزيج القرنفل وزيت الزيتون يعمل على تحسين وظائف الخلايا المسؤولة عن إنتاج الإنسولين وهو الهرمون المسؤول عن نقل السكر من الدم إلى الخلايا ومع ذلك يجب أن يتم اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي للحفاظ على ضبط نسبة السكر في الدم ولا يجب الاعتماد فقط على مزيج القرنفل وزيت الزيتون أو أي علاج آخر لتحقيق نتائج إيجابية وخاصة بالنسبة لمرضى السكري فيما يتعلق بعلاج أمراض الكبد يعتبر القرنفل من الأعشاب الصحية والآمنة للكبد إلا أنه يجب أن يتم استخدامه بحذر وتحت إشراف الطبيب خاصة إذا كنت تعاني من أمراض الكبد ينصح دائما بالتشاور مع الطبيب قبل استخدام أي علاج طبيعي لعلاج أمراض الكبد حتى يتم تقييم الحالة وتوفير التوجيه اللازم للعلاج المناسب عندما يستخدم بكمية معتدلة يعز الفضل في فوائده لمزيج القرنفل وزيت الزيتون إلى احتوائه على مادة الأوجينول بكميات عالية تتمتع هذه المادة بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وتساهم في تعزيز وظائف الكبد وحمايته من الالتهابات والتليف وتقليل احتمالات الإصابة بالكبد الدهني وسرطان الكبد ومع ذلك يجب أن يتوخى المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكبد الحذر عند استهلاك القرنفل بكميات كبيرة حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم حالتهم الصحية ويؤثر على عملية تنقية الجسم من السموم يمكن الاعتماد على مزيج القرنفل وزيت الزيتون للمساعدة في تنقية الجسم من السموم يعتبر هذا المزيج قلوياً ويساعد الجسم في تنظيف الكلا والجهاز الهضمي والكبد والغدد لمفاوية ويعزز قوة المناعة يتميز القرنفل بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات بإضافة زيت الزيتون إلى القرنفل يتحصل المزيج على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعزز قوة الجهاز المناعي ويعزز قدرة الجسم على مكافحة العدوى يمكنك استخدام هذا المزيج عن طريق وضع مسمار قرنفل في فنجان ماء ساخن وتغطية الفنجان جيداً بعد مرور عشرة دقائق افتح الغطاء وأضف ملعقة عسل النحل يفضل تناول فنجان واحد يومياً على الريق لمدة سبعة أيام تجربة القرنفل وزيت الزيتون معاً لديها تأثير مهدئ على آلام البطن وتتمتع بقدرة مدهشة على تطهير الأمعاء والمعدة من البكتيريا والميكروبات والديدان ينسب ذلك إلى تواجد خصائص مضادة للأكسدة في هذا المزيج الفريد والتي تساهم في تخفيف التهاب الأمعاء والطرابات القولون تناول فنجان من هذا المزيج المكون من نقع القرنفل في الماء الدافئ ومسجه بملعقة زيت الزيتون على الريق يومياً يساعد في فقدان الوزن فمضادات الأكسدة الموجودة في هذا المزيج الرائع تعمل على زيادة معدل حرق الدهون في الجسم ومع ذلك يجب تجنب إضافة السكر الأبيض لهذا المزيج لتجنب زيادة السعرات الحرارية فيما يتعلق بوضع القرنفل تحت اللسان فإن الكثير من الناس غير معرفة بفوائده الرائعة والمبهجة لصحة الجسم وفقاً للدراسات البحثية التي نشرت في عام 2022 فإن وضع القرنفل تحت اللسان يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي هذه الطريقة قد تكون غير تقليدية ولكنها تقدم فوائد مذهلة للصحة العام تجربة القرنفل يمكن أن تساهم في تخفيف أعراض قرحة المعدة أو حتى علاجها بشكل نهائي بفضل خصائصه المطهرة يمكن أن يساهم القرنفل في تنقية الكبد من السموم تناول القرنفل يمكن أن يساعد في ضبط نسبة السكر في الدم وتعزيز عمل هرمون الأنسولين في الجسم قد يساعد تناول القرنفل في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب يعزز تناول القرنفل قوة جهاز المناع مما يساهم في تقليل الحاجة لاستخدام المسكنات الدوائية يمكن أن يساهم القرنفل في خفض ضغط الدم المرتفع والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان يحارب القرنفل البكتيريا في تجويف الفم المسببة لتسوس الأسنان ورائحة النفس الكريهة ومشاكل اللثة عند تناول القرنفل لتخفيف حدة آلام الأسنان يمكن أن يحدث تأثير ملموس على جسمك يستخدم القرنفل كمسكن لتخفيف حدة آلام الأسنان حيث يمكن مضغه أو وضع حباته مباشرة على مصدر الألم ومع ذلك ينصح بزيارة الطبيب المختص في حال استمرار الألم لتحديد العلاج المناسب واتخاذ إجراءات الوقاية من السكري يحتوي القرنفل على مكون يعرف باسم نيغريسين والذي يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم ويعزز إفراز الأنسولين تناول القرنفل يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بداء السكري قبل تناول القرنفل يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب لتجنب أي تداخل محتمل مع الأدوية المستخدمة يمكن لبعض المكونات الموجودة في القرنفل أن تقلل من حدة الاضطرابات الهضمية وتحسن صحة الجهاز الهضمي يعتبر القرنفل فعالا في الوقاية من قرحة المعدة حيث يحتوي على زيت يساعد في حماية بطانة المعدة ويقلل من خطر الإصابة بالقرحة كما يساهم القرنفل في تسهيل عملية الهضم والحماية من اضطرابات مثل الحموضة والإمساك وغازات البطن يتميز القرنفل أيضا بقدرته على محاربة التهابات الفم والحلق بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف يمكن للقرنفل أن يقلل من الشهية ويساعد في تجنب الشعور بالجوع المفرط يعتبر القرنفل أيضا واحدا من الوسائل الطبيعية للوقاية من الأورام الخبيثة والسرطان يساهم في قتل البكتيريا الضارة في الجسم بما في ذلك تلك المسببة لأمراض اللثة والتسمم الغذائي والطرابات الجهاز الهضمي كما يساهم في تحسين صحة الكبد وتقليل فرص تعرض العظام للكسور والضعف وأخيرا أود أن أشارككم أفضل وصفة صحية لمزيج القرنفل مع زيت الزيتون وهي وصفة موصى بها من قبل أفضل أطباء التغذية في الوطن العربي وحول العالم تحتاج المكونات التالية خمس حبات من القرنفل نصف فنجان من زيت الزيتون جذر الزنجبيل عود من القرفة كوب ماء مغلي وملعقتين من عسل النحل لتحضير الوصفة قم بتقطيع جذر الزنجبيل إلى مكعبات صغيرة ونقع حبات القرنفل والزنجبيل وأعواد القرفة في كوب الماء المغلي ثم قم بتغطية الكوب جيدا واتركه لمدة عشرة دقائق بعد ذلك قم بتصفية المكونات وصب السائل في كوب فارغ أضف ملعقتين من زيت الزيتون إلى المزيج وقم بتحليته بعسل النحل حسب الرغبة ينصح بشرب الوصفة الدافئة مرة واحدة يوميا قبل النوم بمدة ستين دقيقة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو من قناة صحتك أفضل نأمل أن يكون هذا الفيديو مفيدا لكم ولا تترددوا في مشاركته مع أصدقائكم وعائلتكم وشكرا على المشاهدة ونتطلع إلى لقائكم في الفيديوهات القادمة